إلى ذلك ذكرت صحيفة الاندبندنت البريطانية أن حال قطر من الممكن أن تصبح مثل حال اليمن في الوقت القريب إذا استمرت مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لها نتيجة تعنتها ورفضها لقائمة المطالب ولفتت الصحيفة أن قطر ستعاني من خسائر مالية كبيرة نتيجة لسياساتها المتعنتة وهو الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تدني الاقتصاد القطري ويمكن أن يهدد بقاء الدولة بشكل كبير وأوضحت الصحيفة أنه من الضروري تذكير الشعب القطري بأن المقاطعة ستكون لها عواقب وخيمة حتى في ظل الإمداد الإيراني التركي الذي من الممكن أن لا يستمر كثيرا كما ذكرت الصحيفة